اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على سيد الخلق والرسل وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد أيها الإخوة الكرام أيها المستمعون الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل حياتنا مع توجيهات القرآن الكريم وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لبناء مجتمع متأدب بآداب الإسلام لبناء الفرد الذي يحمل على تقه مسؤولية إقامة هذه القيم والأخلاق بين الناس وأكدنا أن هذه التوجيهات يجب أن تحترم وأن يلتزم بها كل مسلم إذا كنا جادين في سعينا للوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإذا كنا حريصين على تماسك المجتمع وقوة بنيان الأمة نهي واضح وصريح عن الظن نهي واضح وصريح عن التجسس وتتبع عورات الناس نهي واضح وصريح عن الغيبة وكل ما يترافق مع هذه الآفات من مسالك نعم وكما أكدنا بالأمس النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الناس إلى البعد عن الظن وإلى البعد عن أية إجراءات يقيمها الناس بناء على الظنون إذا ظننت فلا تحقق نهي عن الظن نهي عن التجسس الذي يستتبع الظنون السيئة نهي عن الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه نعم الغيبة من الآفات الخطيرة التي تعصفه بالمجتمعات حذر الإسلام منها كثيرا هنا تحذير واضح من القرآن الكريم ولا يغتب بعضكم بعضا دائما نحن نقول إن طريقة تعاملنا مع القرآن الكريم يجب أن تكتسي بالفاعلية والجدية والالتزام عندما نرى نهيا صريحا بهذا الشكل فيجب أن ننتهي ويجب أن نتوقف عن هذه السلوك وعن هذه الأخلاق التي هي آفات وأمراض نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه أتدرون ما الغيبة كان يسألهم هذا السؤال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره نعم أتدرون ما الغيبة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوضح لأصحابه ومن أدب أصحابه أن يرد عليه بهذا الجواب الله ورسوله أعلم أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول أرأيت يردون على النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان فيه هذا الذي نقوله أرأيت إن كان فيه هذا العيب أرأيت إن كان فيه هذا الخلق أرأيت إن كان فيه هذا الشيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رده عليهم يقول إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته على الوجهين وفي كل الأحوال لا يجوز أن تغتاب إنسانا ما حتى لو كانت فيه هذه السلبيات أو هذه المثالب لا يجوز أبدا وكما سأل الصحابة رضوان الله عليهم أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال صلى الله عليه وسلم رادا عليهم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته هي حرام هي الغيبة وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته أي افتريت عليه من البهتان وفي كلتا الحالتين يجب أن يتوقف الإنسان عن الغيبة نحن للأسف نقول هذا الكلام ربما في كل يوم ولا نلقي له بالا كما ورد في الحديث الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذه الكلمات التي نقولها ولا ننتبه إليها إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من صخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم الإنسان الذي لا ينتبه لكلامه يقول مثل هذه الكلمات والنبي صلى الله عليه وسلم يزيد الأمور توضيحا في الحديث الذي يرويه أبو داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا وصفية هي أم المؤمنين تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا ربما كانت تقصد أنها قصيرة كما ورد في الشرح الحاديث فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زاجت تخيلوا هذه الكلمة الصغيرة التي قالتها السيدة عائشة رضي الله عنها حسبك من صفية كذا وكذا هي تريد أن تنفر النبي صلى الله عليه وسلم من صفية أو قالت في معرض الحديث إنها قصيرة يقول مفسرون الحديث إنها كانت تقصد أنها قصيرة مجرد كلمة مجرد كلمة قصيرة مجرد وصف إنسان بالقصر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ولمن يقول هذا الكلام للسيدة عائشة لأم المؤمنين التوجيه لا يجوز أن يكون فيه مجامل على الإطلاق رغم حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رغم المكانة التي كانت تحتلها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلوب الأمة كلها النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت عن خطأ قال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجت لما زجت كلمة يكفي أن تلوث ماء البحر ما يرى ذي الكلمة؟ كلمة قصيرة لماذا لا نراجع عنفسنا إذن؟ ونحن ربما نقول كلمات أشد صعوبة من كلمة قصيرة عندما نتحدث عن آخرين عندما نتهم آخرين عندما نحاول الحط من قدر الآخرين عندما نحاول أن نستهزئ بالآخرين عندما نحاول أن نضحك المجلس الذي نشارك فيه على آخرين نتحدث بكلمات أصعب وأشد من كلمة قصير وقصيرة هذه الكلمة في ميزان الإسلام تلوث البحر تخيلوا البحر كلمة كهذه تلوث ماء البحر من سوئها ومن سلبيتها قالت السيدة عائشة تقول في حديث آخر وحكيت له إنسانا أي قلدت إنسانا ربما في طريقة المشي ربما في طريقة الكلام وحكيت له إنسانا فقال صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا لا أحب أبدا ولا أتمنى أن أقلد إنسانا أو أستهزع بإنسان حتى لو كانت الدنيا كلها لي نعم هذه الأخلاق ويروي أبو داود بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم يضربون بها وجوههم وصدورهم يشوهون بها وجوههم وصدورهم تخيلوا أن النحاس عندما يضرب به الوجه أو الصدر يخمشون وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم هؤلاء الذين يلوكون أعراض الناس هؤلاء الذين يثرثرون بسيرة الآخرين هل أدركنا كمية الأخطاء التي نرتكبها دون أن ندري وحتى لو كنا ندري نفعل هذا كلمة بسيطة كوصف إنسان بالقصر يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تلوث ماء البحر من نتنها وعفنها تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على هؤلاء ليلة الإسراء والمعراج مر بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه كأن الإنسان يأكل لحم أخيه ميتا عندما يغتابه عندما يذكره بسوء في غيابه وسواء كان هذا الخلق موجودا في الإنسان أم لا فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته أي أكلت لحمه ميتا وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يا ويل الناس الذين لا يبالون بهذا يا ويل الناس الذين لا ينتهون عن هذه الآفات والأمراض والأخلاق هذه توجيهات الإسلام وبالذات في رمضان يجب أن نقف أمامها طويلا ويجب أن نعزم العزم الأكيد على البعد عن هذه الأمراض عن الأمراض التي نهى عنها القرآن ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآداب وهذه هي الأخلاق ونواصل حديثنا في حلقة قادمة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم مع برنامج كلمة سواء للشيخ الداعية نافذ عزام إذا تصوت القدس صوت حر لشعب حر ترجمة نانسي قنقر